كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتحسن الذي ترأى على العلاقات بين مصر وتركيا الذي إنعكس في رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الصفراء وقيام كل جانب بترشيح سفير لدى الجانب الآخر وقال المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط يرى في هذا القرار المشترك تطورا إيجابيا يسهم في تهديئة الأجواء في الأقاليم وتعزيز التواصل الدولوماسي كسبيل لحل المشكلات مضيفا أن العلاقات بين الدول العربية وجيرانها في الإقليم يتعين أن تنهض على أساس من الاحترام المتبادل وقواعد القانون الدولي فضلا عن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة